هذا وأكد مراقبون أن تشكيل الحكومات المحلية أثبت تشضي الإطار التنسيقي وتلقيه ضربة قوية تنذر بتفكك الإطار وقال المراقبون أن الإطار التنسيقي تلقى ثلاث ضربات قاسية وصفعات مدوية في ثلاث محافظات وهي كربلاء والبصرة وواسط مما ينذر بتفككه بسبب المصالح الحزبية مبينين أن تشكيل الحكومات المحلية والصراع والخلاف ما بين قوى الإطار كشف أن التنسيقي كيان هش قابل للتشضي والاندثار في أي لحظة وأضاف المراقبون أن الإطار التنسيقي جمعته المصالح وفرقته المناصب لذلك فإن انتكاسة أو انتكاسة تشكيل الحكومات المحلية هي بمثابة بدء العد العكسي لاندثار الإطار كما أنه بحسب المعطيات السياسية العمر الافتراضي للإطار انتهى في ظل التخبط الواضح الذي يمارسه قادته ترجمة نانسي قنقر